السلام عليكم ايه الاخبار زي ما هو واضح كده في الثامنيل ومن عنوان الفيديو ان مش ده المسجد الاقصى ده جزء من المسجد الاقصى المسجد الاقصى بيضم مسجد قبة الصخرة اللي هو القبة بتاعته ذهبية ومشهورة جدا ودايما كانوا بيعلمون حتى وحنا في المدرسة ان ده المسجد الاقصى ولكن المسجد الاقصى بيدوم حاجات اكتر من كده اولها زي ما قلنا هو مسجد قبة الصخرة وده اللي بناه الخليفة الاموي عبد الملك ابن مروان الحاجة التانية اللي بيضمها المسجد الاقصى هو المسجد القبلي وده المسجد الرئيسي اللي بتقام فيه صلاة الجمعة واللي فيه المحراب والمنبر وده مصلى الرجال الرئيسي المكون التالت جامع المغاربة وده بيقع في الجزء الجنوبي الغربي من المسجد الاقصى وجنوب حائط البراق المكون الرابع وهو المصلى المرواني وهو برضو بنية في العصر الاموي وهو واسع جدا ان شاء الله يبتسع لأكتر من 4000 مصلي المكون الخامس وهو حائط البراك وسميه بحائط البراك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ربط البراك وهو الوسيلة اللي نقلت النبي من مكة للمسجد الأقصى فسميه بحائط البراك لهذا فالمسجد الأقصى بيضم كل الحاجات دي مسجد قبة الصخرة اللي هو مشهور جدا اللي القبة بتاعته ولونها ذهبي المسجد القبلي وجامع المغاربة والمصلى المرواني وحائط البراك كل ده بقى هو المسجد الأقصى اللي هو عليه الخط الأصفر ده وفيه معالم تاريخية كتير أكتر من 200 معلم وفيه 25 بير وبتبلغ مساحته 144 ألف متر مربع احنا حاليا محدش يخف عليه اللي بيحصل في المسجد الأقصى ويعني بيتملكنا العجز لأنه مش قادر تعمل لهم حاجة مش قادر تساعد وكتير من الناس ممكن تشوف إن الدعاء مش كافي والدعاء مهم جدا وهو أحد الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها ولكن الشيء المهم برضو هو إنك تعرف وتعرف أولادك يعني المعارفة صلاح قوي جدا ففكرة إن إحنا أصلا إحنا هوت جيل كان في دماغنا وفي ذهننا المسجد الأقصى هو قبة الصخرة فقط ما كناش نعرف كل الحاجات ديت فعرف أولادك إيه هو المسجد الأقصى عرفوا إن هو القبلة الأولى للمسلمين إن هو واحد من المقدسات الغالية جدا عند المسلمين لهو لا يخص الفلسطينيين وحدهم لكن يخص المسلمين جميعا في كل أنحاء العالم يعني وقلوبنا طبعا مع إخواتنا في فلسطين وربنا ينصرهم ويا قويهم يعني أنا عندي مشكلة حاليا مشكلة لحد ما كبيرة بالنسبة لي يعني ممكن كنا كلمنا عن الموضوع ده مؤخرا ولكن الواحد بيستصدر بصراحة للمشاكل ديت لما بيلاقي الناس أنت تخيل كده أن حد بيجي هجرك من بيتك ويقولك أنت ده البيت ده بتاعي شيء يعني شيء صعب فما تنسوش إخواتكم بالدعاء وزي ما قلت يعني علموا أولادكم لأن ممكن جيلنا ممكن مش هو يكون الجيل اللي يحرر للأقصى يعني ممكن أولادنا أو أحفادنا فأنت إزاي هتبني جيل ده اللي لما يكون عارف قيمة الحاجة دي فأعرفوا أولادكم سلام اشتركوا في القناة سل لأهل الخلاة وتشمس صدود ترجمة نانسي قنقر